دعوات مكثفة للرئيس التونسي قيس سعيد لتعيين رئيس حكومة جديد بعد انتصاف مهلة الثلاثين يوما التي جمد خلالها عمل البرلمان وأعلن تدابير استثنائية ولم يعلن بعد سعيد اسم الشخصية التي سيقلفها تشكيل الحكومة ورجحت وسائل إعلام محلية أن السبب يعود لرفض بعض الشخصيات تولي المنصب تلك الحالة من الترقب تأتي متزامنة مع مطالبات العديد من المنظمات الحقوقية للرئيس إلى الإسراع بتسمية رئيس حكومة وتوضيح استراتيجية عمله لإنهاء ما وصفوه بالفراغ السياسي في الوقت الذي أعربت منظمات عن قلقها ومخاوفها من اتجاه عدم احترام الحقوق والحريات في البلاد بعد رفع الحصانة عن نواب البرلمان وبدء ملاحقة بعضهم قضائيا في المقابل شدد سعيد على أن الإقالات ستشمل فقط كل ملاحق من العدالة وينتظر التونسيون التعينات الحكومية في ظل ترد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية وفي فترة تخوض فيها البلاد مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل برنامج تمويل جديد هو الرابع خلال عشر سنوات مقابل القيام بإصلاحات اقتصادية مؤلمة لما